أحلام الشامسي تهاجم المخرج العراقي فهد الخالد وتكذبه على العلن إليكم تفاصيل الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال رد النجم أحلام الشامسي على المخرج العراقي فهد الخالد محط اهتمام الجمهور حيث نجحت بأسلوبها الصريح والمباشر في الرد على تصريحاته حول رفجه إخراج كليب لها وردت الفنانة الإماراتية عبر حسبها على منص 6x على تصريحات المخرج العراقي بأنه رفض إخراج فيديو كليب في ألبومها العراقي رزق الورد لاختلافهما على الأجر وعادت أحلام نشر لقاء المخرج وما قالوا عن العمل معها وعلقت على المقطع بالقول مساء الخير للأخ الفاضل اللي مع احترامي له أول مرة أشوفه بتاريخي أقسم بالله إنك غير صادق حط محطسة لأي شخص كلمك عشان تخرج كليبات ألبومي العراقي وأضافته بعدين مع احترامي أيضا الشديد أنت إذا تبي تخرج لي فيديو كليب أنت اللي لازم تدفع للأجر الإخراج مش أنا اللي أدفع لك عزيزي واختتمت أحلام تدوينتها بشكر المزيع بسبب دفع عنها قائلة تحياتي للمزيع الجميل صديقي الجديد يا جماعة احترموا تاريخنا أولا ثم عقول الناس ثانيا وكان فهد الخالد قد أكد خلال لقاء تلفزيوني أنه جرى التواصل بين غبئين مقربين من الفنانة الإماراتية من أجل إخراج كليبات ألبومها العراقي الذي يحمل عنوان رزق الورد لكنه رفض المشاركة نظرا لقلة الأجر المعروض وصلنا إلى نهاية الخبر الرائج عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي أفضل